هنا بمنطقة عين الدرهم وبأعلى المرتفعات بولاية تيارت تصارع مجموعة من العائلات قساوة البرد اعتمادا على قارورات غاز البوطان فيما اذطر آخرون إلى غلق منازلهم وكراء سكنات في مدن مجاورة أو عرضها للبيع أنا نقررين بقى نقعب لك ربما نبيعوا هذا السكان ونرعوا ندينا الوالي وندينا المدير وتعصونا غاز تأتيارت وعاودنا اليوم من نداع نتاعنا مننا لتبون احنا رأى بيقدنا بيقدنا نموته عرفنا لا بغي يجيبونا البروبان عرفنا بطلو بغي يجيبونا تيو ما فهمنا هو له نطلبوك يا سيد الوالي تزورنا في أقرب وقت احنا رأيتنا البرد آناية أنا بصيتي آناية نسكن في ذي القرية عندهم رأني نبلع سكنتي ورأني ساكن في المدينة بسبب البرد رأني كاري أكثر مواطني منطقة عين الدرهم مصابون بأمراض الروماتيزم والتي أثرت خصوصا على كبار السن أركبتنا الروماتيزم هاريكبتنا كمولشي هارا هوينا كتشوفيه رحمة رحمة توكير كورونا سيبه يقديري لونها هيا شبه نديره دروك والله لانانعانه بالبرد هنا نحطه وقع الفراش نحطه على روحنا وانح ماوش أنا بروحي والله مني طيق نوغه بالسبب البرد إلا بقيها ربي يودي و هذا الوالي لا فيها الخير يتفكر هذا القرية هامونا اكتنا البرد ففي مثل هذه الظروف التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ستة درجات تحت الصفر لا يزال السكان هذه المنطقة رهينة للبرد القارس